اشتركوا في القناة اما كتخليك متبت بالماضي ولا خايف من المستقبل ولا كتبقى تفكر في شي مشكلة صغيرة بالزعف كتعطيها كتر من قيمتها حتى كتتحول الهوس وللأسف هاد شي كتسبب لك في الإرهاق وكيخليك تعيق قبل ما تبدأ في هذا الفيديو جيت نشارك معك طرق لسي عملتها شخصيا باش نتخلص من هاد العادة السيئة أولا من اللي تبدأ تفكر في شي حاجة بالزعف وخصوصا اللي حسيتي بها تافا بغيتك تسول راسك واش غادي تنفعك من هنا الخمس سنوات ولا غير من هنا الخمس أسابيع واش غتقدر هاد الفكرة ولا الشخص ولا أي حاجة كنت كتفكر فيها في ذيك اللحظة تبدلك حياتك الأحسن في المستقبل ومن اللي تلقى الجواب المناسب كن واضح مع راسك وما تخلقش أعذار غير منطقية اللي غتبعدك على الحقيقة ثاني حاجة واللي كنعتبرها مهمة بزاف وكنأكد عليها هي الصبر فالصبر ومفتاح والفرج ولكن تي من ناس اللي ما كيسبروش وكيبغيو أي حاجة جيديك الساعة سعين في المية ما غتكملش وغتوقف في نص الطريق ثالث حاجة واللي هي أهم اللي قبل منها كاملين هي الإيمان بالقضاء والقدر دير السبب ولكن خلي الكمال على الله ولطبقتي هاد المبدأ في حياتك كنأكد لك باللي غتعيش هاني ومرتاح حيث خاصك تآمن باللي كان ينحويج ما كان تحكموش فيهم وما نقدروش نغيروهم حيث كتبقى مقدرة وحتمية رابح حاجة وهي تركز على إيجاد حلول المشاكيلك في الوقت اللي كتضيعه وانت كتلو مراسك عليها حاول تستغل هاد الوقت باش تلقى حل اللي غيهنك منها ويمحي هاد المشكلة فخطرة من حياتك خامس حاجة وهي التوقف عن سعي وراء الكمال حيث عمرك ما غدي تحس براسك كامل مكمول حيث بطبيعة الحالات صفك تبقى صفة من صفات الله عز وجل سادس حاجة وهي تحاول تبدل أفكارك سلبية وتعوضها بالإيجابية وتخلي هاد الأفكار الإيجابية هي اللي تسيطر لك على الدماغ ديالك سابع حاجة وهي تحاول تهدر معاشي حتك تيق فيه بزيالك شخصيا كنصحك بوالديك حاول تصحب معاهم وتولي تعود لهم كل شي حيث هما اللي غدي أعطوك حلول ملائمة ومنطقية النصيحة رقم 8 وهي تعمر وقتك مثلا توقف الدراسة ولا تمرشي هواية ولا الرياضة المهم ما تخليش وقتك خاوي النصيحة رقم 9 هي المطالعة ولا القراءة حاول تعود دماغك على الاستمتاع بقراءة الكتب هكذا غيولي دماغك عامر بحويج مهمة ما غتخليش لي الفرصة يركز على التفاهات النصيحة العاشرة هي الكتابة لإكنتي من الناس اللي ما كيبغيوش يعاودوا بزاف مشاكلهم كان مصحك تولي تكتب قاعدك شي لي مقزمك وممرضك في حياتك كتب كل شي أي حاجة كتحس بيها وفي الخير حرق دوك الوراق تقبيا من بعد غدي تحس بتحسن كبير بزاف النصيحة الأخيرة واللي ختمت بيها الفيديو بيش تبقى ديرها في بالك واللي كان اعتبرها أهم وحدة فيهم كاملين واللي إلا اقتصرتي غير عليها ببحدها تقدر تخلص من هاد المشكلة في خطرة وما غتبقاش تحت براتك تايه وتالف وبإذن الله قاعدك شي لي بغيتين غادي تحقق لكن فيه خير ليك بطبيعة الحال وهي الرجوع الله عز وجل والتقرب منه كانت عديا النهاية للفيديو لعجبك الفيديو خلي ليه لايك وسبسكرايب وبقطع جي الفيديو مع أصحابك اللي تهو ما كيفكروا بالفعل تهلا وانتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة